اشتركوا في القناة المهمة هي 150 مليمتر وتعتبر هذه الكمية تقريبا الضعف المتوسط التساقطات التي تعرف الحوض خلال البداية شهر يناير بالنسبة للواردات التي سجلتها سدود على صعيد الحوض فهي تتقدر في نفس هذه الفترة من الأسبوعين الأولين شهر يناير بما يناهز 515 مليون الأمطار المكعبة تقريبا 80% منها تقريبا 410 مليون الأمطار المكعبة دخلت على مستوى سد وحدة بوحده وحاليا بالغط النسبة الملأة الحقينات السدود بالحوض نسبة 63% مقابل 53% فقط في البداية شهر يناير في ظرف هذه الأسبوعين ربحنا ما يناهز 10% من النقاط وهذه النسبة 63% فهي تتجاوج يعني تتجاوج بكثير يعني النسبة المتوسطة دي الملأ على صعيد الوطني والتي تتقدر بـ 44% فقط وصل المخزون دي الحقينات دي السدود على الحقينات دي السدود الكبرى ومتوسطة في الحوض دي السبول ما يبلغ 3 دنيا المليارات و462 مليون دي الأمطار المكعبة منها 1 جوج دي المليارات و130 مليون دي الأمطار المكعبة على مستوى سد الوحدة فقط وتمثل هذا المخزون هذا اللي هو 3 دي المليارات و462 مليون دي الأمطار المكعبة يعني واحد الكمية مخزنة بمجموع سدود المملكة وعادي تحن هذا الاحتياط واحد تلبية دي المليارات يعني مختلف الحاجيات من المياه دي الشرب ودي الري ودي الصناعة إلى آخره هالتساقطات الآخرة يعني فهي تساقطات جيد مفيدة كذلك في التغذية دي الفرش المائية على سعيد يعني الفرش المائية بالنسبة لجميع المناطق دي الحوض دي السبو وتتغذي يعني هاد الفرش المائية يعني بصيفة بطريقة مباشرة يعني عبارة عن تصرب مباشرة دي المياه دي الأمطار أو عن طريق يعني الدوبان دي التلوج خصوصا بالمنطقة دي الأطلس المتوسط اللي عرفته واحد تساقطة الجياء أيضا مهمة وعادي تمكننا هاد التغذية دي المياه الجوفية من تحسين دي المخزول المائي الجوفي من آبار ومن تقوب ومن عيون وهاد المياه هذي اللي تتستغل خصوصا يعني الماء الشروب لا في الوسط الحضري ولا في الوسط يعني القراوي وخصوصا خصوصا أثناء يعني فترات الصيف اللي ستعرف بعض المشاكل يعني في هذا المجال هذا